شروط وكيفية التقدم بطلبات التظلم لطلبة السنوية العامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو ده هنتكلم عن إزاي تقدم طلب للتظلم لطلبة السنوية العامة شروط وكيفية التقديم بالطلبات دي أتمنى في أول الفيديو تعملون لايك عشان الفيديو ينتشر ويوصل لأكبر عدد ونبدأ باسم الله الأول هنتكلم عن كيفية التقدم يعني إزاي نقدم الطلب أول حاجة التقدم بطلب التظلم بعد 15 يوما من اليوم التالي لإعلان النتيجة بعد كده تتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيا تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم 300 جنيه لكل مادة تودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المرحلة لبعد كده بعد قبول طلب التظلم 1- حضور الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزي أو مع ولي أمره وممنوع استحاب مدرس المد 2- الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى 3- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر 4- يتم الاطلاع على صورة البابلشيت بالإضافة إلى نموذج الإجابة 5- يقوم الطالب بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه عليها 5- بعد كده هنتكلم عن الإجراءات المتبعة بعد التقديم 1- في حالة تعديل درجات الطالب يتم إختار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيا 2- يتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات 3- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة وإلى هنا يكون قد انتهى الفيديو أتمنى يكون أفادكم وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو آخر جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا